هذه المحاضرة الأخيرة المحاضرات الارم المحاضرة رقم سبعة رح يكون بها صور حقيقية عن الجسم البشر و رح نتعامل مع أشياء حقيقية وعقعية جثث هاي نقطة نقطة الثانية المحاضرة رقم خمسة وثلاثين من محاضرات الابرلم الرابط بعلى يمين الشاشة تابع المحاضرات البقية لأنه هي سلسلة مترابطة حتى توصلك الفكر كاملة وحتى متأثرت عليها تقولي أنه أنا استخدم كثير من المصطلحات وإنجليش أستخدم كمية كبيرة لأنه هذا مو الفيديو رقم واحد هذا الفيديو رقم خمسة وثلاثين والفيديو عن الابرلم سبقتها سلسلة كاملة عن الجنرال اناتومي حتى خلتني يكون مبرر أن أتحدث بتفاصيل بهذا المعنى شوفوا الفيديو موسيقى مساء نور شابوا بناتكم لقاعي تابعونيو ثم نشوفنا بقدمة الفيديو وأن هذا الفيديو رح يكون صور حقيقية عن الجسم البشري فإذا ما كنت ما مشترك بالقناة إذا كنت يعني ما شايف الفيديوهات السابقة فلازم تشوفها حتى تكون توصلك الأفكار بشكل يعني متسلسل وتابع الفيديو طبعا هذه عبارة عن lateral aspect للأبرلم كلها مفقط للأرم لكن تركيزنا رح يكون عن الأرم هذه عبارة عن أمر آي للأرم يعني نفس الصورة ولكن هذه أمر آي وهذه عبارة عن صورة حقيقية جثة حقيقية أول نقطة رح نتعرف عليها أنه عندي هذه الدولتويد ثم نعرف هذه الدولتويد هذا رح يكون الأكروميال بارت مالتها أو الميدل بارت مالتها هذا رح يكون عبارة عن الكلافيكولار بارت مالتها أو الانتيريار بارت مالتها هذا رح يكون عبارة عن الاسكابيولار أو السباينس أوكي سباينس بارت سباينل بارت سوري سباينل وليس سباينس سباينل بارت أو رح يكون نقدر نسميه البستيريار بارت من الدولتويد طبعا رح يكون الانسرشن مالتها تقريبا هنا اوكي او هنانة يعني معناته رح تكون الموجودة بالهيوميرس هذه طبعا رح تكون بركياليس مصل بركياليس مصل هذه طبعا رح تكون هذه رح تكون هذا البرسة رح تكون هنانة موجودة طبعا هذه العضلة هنانة هذي مثل ما واضح انه هذه هي عضلة وهذه هي عضلة. هذه العضلة الموجودة هنا هنسميها راديالس راح نتعرف عليها ان شاء الله بالمحاضرات القادمة. هذه اخر محاضرة عن فراح تكون بالمحاضرات القادمة راح تكون عن وحنصير نتعرف عليها اكثر ونتعرف على كل شي موجود بال فهذه العضلة تبلش من وتعمل معلتها بالفور ارم. اخر شي راح هيكون ادنا هذا الدلتو اه بكترال اه بكترال اه غروف اللي هو عبارة عن غروف قاعد يفصل ما بين البكترالز مينجر والدلتويد. وضيفته هذا شنو? يعني من السيرفس انوت متعرفنا عليه وتعرفنا عالية يعني من درسنا البكترال ريجين وكان الى اهمية يمر بي السيفال الفين فكان الى كثير من الاهمية اه كان يعني من اللطيف انه اشير له بهذه الروفجن. الان هذه الصورة قاعدة تمثلي الانتيريار اسبكت للارم بشكل اساسي احنا يعني شغلنا الان بالارم فهذه قاعدة تبيني الانتيريار اسبكت اوف ذا ارم. اه طبعا اول نقطة راح يكون عندي الميديال انتر ماسكلر السبتم طبعا احنا عرفنا يعني من محاضرات السابقة للارم انه الميديال انتر ماسكلر السبتم اه راح يكون يعني هو مكون فاشة اوكي مكون يعني هو تثقن او خلينا نقول يصير بالديف فاشة او بالنهاية فرح يكون اه عبارة عن السبتم اوكي السبتم ما بين المسلز ايضا راح يكون جزء يعني راح يكون بداخله موجود اه عبارة عن فلهذا السبب دائما انه احنا راح نشوف الموجودة بالارم هي موجودة من تسطى او موجودة بالقرب او موجودة بداخل الانتر ماسكلر او الانتر ماسكلر سبتم هذا الشي يعني ضروري انه اللاحظة اه مع ذلك ان هذا النرف والارتري الموجود بالارم اللي هو عمليا عدد من النرف مفقط نرف واحد اعترف عليهم بقى شوية الان عندي اله هذا راح يكون هو عبارة عن اللاترال اه انتر ماسكلر سبتم طبعا مثل ما قاعد نشوف انه اكو شوية يعني مبين احنا اللي يعني راح يبين عدنا انه مجرد نشوف انه احنا البركيالس اسفل من البركيالس راح نقدر نعرف انه اذا وجدنا شي ابيض مثل هذا مثل هذا مثلا انه راح نصر نعرف انه هذا هو عبارة عن اللاترال انتر ماسكلر سبتم اه قدنا اه بعد شنو هذا راح يكون عدنا هو عبارة عن البيسيبس تندن اوكي تندن اوف اه بايسيبس هذا هنا راح يكون عندي البركيالارتري والميديان اه نرف هنا راح يكون الموجودات هذه راح تكون البرونيتر اه تيرز اه مصل برونيتر تيرز مصل اللي راح تكون الميديال بوردر يعني اللاترال بوردر مالتها راح يكون الميديال بوردر اوف كيوبيتال فوسة هذا راح يكون البيسيبتال اه اه اندي اهنان راح نشوف انه هذه راح تكون البيسيبس eagerهم هي اه هذه يعني جزء اوكي هذ ghizu من البيسيبز وهذه جزء من البيسيبس هذه الديستيل اوكي دستيل mend دستل بارد من البيسيبز هذه ننه راح يكون Tendon of short head of biceps يعني احنا قصيها للبيسيبس ما بقيم بيها شي يعني قصيها للبيسيبس فباقية فقط هاية وهاية من عدها هذه طبعا رح تكون عدنا هذه عبارة عن long head هذا هو عبارة عن long head of triceps هذا واللاحظ انه هذا هنا صير medial head of triceps فاللاحظ انه مثل ما دائما يعني اشير انه long head of triceps هو most medial one فاللاحظ انه medial medial head of triceps هو عبارة عن lateral يعني رح يكون lateral لل long head of triceps فلهذا السبب دائما اقول انه من نشوف اكو اي اي شي مصز هنا فهذه هي عبارة عن long head of triceps وهذه رح تكون medial head of triceps اه عمليا اه ادنا الهذا رح يكون medial مثل ما قلت انه هذا medial intermuscular septum هذه رح تكون عبارة عن الكاروكا apricialis muscle الكاروكا apricialis muscle على ما اعتقد قلت كل شي اوكي تمام قلت كل شي ماكو بعد ادنى شي موجود هنا ننتقل للاشياء المشوقة اكثر ادنى طبعا اول الشي هنان رح ينبلش ونبلش مننا وصعد الهناك اه 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 لو ركز طبعا لازم تعلون شوية resolution واذا ما قدرتوا يعني فهذه رح تنزل pdf يعني ولكن ضرور انه تعلون resolution حتى تشوفوا الاشياء هنان لاني هسا عندي مو كلش واضحة اه طبعا هذا يعني هذا هو عبارة عن brachial artery هذا كله هو عبارة عن brachial اه artery هنا كان axillary artery وقبله كان subclavian artery subclavian axillary بعدين صار brachial artery ووصل لهنان هذا عبارة عن radial artery وهذا عبارة عن ulnar artery فهاي نقطة مهمة انه نصير نعرفها اه طبعا هذا عبارة عن biceps فهذا biceps tendon هذا tendon of biceps brachii muscle فهذه هي البiceps كلها هذا short head مالتها هذا long head رح يكون مالتها ويدخل مثل ما قاعد نشوف هذه رح تكون deltoid muscle اه هذه هنان هذا طبعا رح يكون عندي medial nerve هنانا ببساطا بين انه medial nerve هذا اني ما كاتبه هنانا ولكن هذا هو عبارة عن medial antiprachial cutaneous nerve يعني عبارة عن cutaneous nerve اللي يغذي مالتها اللي يغذي من ال forearm لهذا المعنى فهذا رح يكون هو most medial ونشوف يعني انه عبارة عن نرف يعني جدا رقيق وصغير يعني وبالغالب انه يكون يعني مثلا بحالة مثل هاي انه كانت هاي عدنا جثة بالجامعة انه كنا قطعنا هذا من زمان وذبينا يعني وخلاص صار يعني من الماضي فباللحظة يعني يكون ما موجود اصلا لكن لانه هذه جثة متين بيها حتى يصبح بها يعني بعد شنو عدنا عدنا طبعا نبحث عن ال M هذه ال M اذا تذكرون ال M يعني الشي لاضيف انه نبحث عن هذه ال M هذا طبعا رح يكون المسكولو كيوتينيس نيرف هذا هو طبعا لو التزم بذن اعتقد افضل لانه باش رح ارجع الشرهن ولكن هذا رح يكون هو هذا ال روت مع هذا وهذا رح يكون طبعا ال مثل ما قاعد نشوف هذا طبعا احنا يعني يمكن بالنسبة لبعض انه هذه الصورة مون كل شو واضحة ولكن احنا حتى نوضحها انه مثلا تصرت راقبة منها يعني الثاني مثلا عرفت من نانا أنه هذا هو ال م م م وعرفت ايضا من نانا فعرفت من المكانين من نانا ومن نانا طبعا اذا تيجي مثلا هنا تقول لي هذا شنو بالضبط يمكن ما اقدر انتبه 100% لانه مثلا نشوف انه هذي شوية زائحها ممكن انه مثلا يتبدل اما كنه يعني عادي بس انه لما اصر اراقبة من اصر اراقبة من اصر ارافت يعني ارافت بسهولة بعد شنو عدنا اذن يقول هن تقريبا اخذنا هن ال بركياليس مصل هذي هي راح تكون ال بركياليس مصل هن صار اسفل هذي لا هذه مصل جوا هصيرة هذي هنا تنتهي يعني هاي المصل تنتهي هنا وتكون عندي ال تندن يروح لل ال تكون كما هاي ال الـ radial nerve مع البروفاندا البركيائي ارتري هذا الـ radial nerve مع البروفاندا البركيائي ارتري لأن هذا البركيائي الارتري فرح يكونوا اياه البروفاندا بعد شنو عدنا هذا رح يكون الـ axillary nerve ليش قلت الـ axillary nerve نرجع لفور هذا شنو هذا عبارة عن الـ medial sorry lateral lateral cord of africial plexus هذا الـ lateral cord هذا الـ posterior cord هذا طبعاً هنا الـ axillary artery رح يكون تحت منه يعني هو بصفة هذا على ما اعتقد هو هذا ما نبين كلش ولكن هو هذا رح يكون عبارة عن الـ medial cord هنا يعني خلفه صار خلفه لأن هذا شوية جاري هو المفروض يعني medial الى وهذا posterior الى هذا posterior هذا الـ posterior cord يكون posterior لهذا من الـ axillary artery ولكن مثل ما نشوف انه جاري شوي فما نبين فإحنا شنو نعرفه انه هو ماكو غيره يعني هنا لازم نصير نعرفه لانه ماكو غيره فانه ما معقوله يعني مثلاً رح اسمي هذا مثلاً posterior وهذا medial او lateral لا انه هو بين يعني structure يعني انه طالما صارت ادي معرفة عنه الواسعة فانه صارت اعرف يعني هذا وان موجود واكوان موجود هذا الشيء مهم طبعاً هذا طالما عرفت انه هذا الـ posterior cord في الـ continuation مات رح يكون عندي هذا الـ axillary nerve وهذا رح يكون radial nerve ويروح posterior للـ arm طبعاً هذا مثل ما قلت هذا brachial artery هذا median nerve هذا رح يكون طبعاً هنانا عندي هذا عبارة عن ulnar nerve هذا ulnar nerve لانه continuation ما للـ M اوكي هاي الـ M اللي هي most medial one اوكي ما للـ M هاي حرف الـ M فراح يكون هذا هو عبارة عن l-a-l-nal nerve l-nal nerve شون عرفت انه l-nal nerve لانه هذا رح يكون هنانا موجود هو l-nal nerve وراح يكون posterior للـ medial apicondyle apicondyle فا ها تقريباً اكثر شيء اه ننتقل هنا حتى هاف اكون نسيت شيء radial bicep stendent كل هاي lateral core del medial كل شيء صار واضح البركيال nerve موجودات يعني بالصور اللي وراها ولكن احب انه اعراجع اعراجع هن اه لازم نعرف يعني نبلش من البداية proximally بعدين distally بلش نبلش نبلش proximally اه هذا اول شيء ابلش طبعاً ذني هذا هو عبارة عن medial اوكي سوري lateral core هذا posterior core هنا هذا لو نشوف هذا هو عبارة عن medial core هذا axillary artery طبعاً مجرد انه اشوف الكورس لازم اقول هذا secondary part من عنده او second part من عنده سوري second part continuation ماتة طبعاً رح يكون عبارة عن brachial artery هنا رح يوصلني الى 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 radial وال ulnar artery هذا ال m multi هذا المسكولا cutaneous نارف لانه يعني داخل من نانا من تحت البايسبس وعلى قبل وإلى آخره فهذا هو هذا اللاترال رود من الميديا نارف وهذا الميديا رود من الميديا نارف وهذا هو الميديا نارف رح يعمل يعني يكمل ويوصل لهن ورح يكون آآ ميديا لل آرتري هذه البايسبس هاي تندن مالدها هذا طبعا ما ذكرت على ما اعتقد هذا عبارة عن نارف رح يكون بهذه النقطة هذا رح يكون اللاترال هذا مثل ما قلت هذا هنا هو عبارة عن الميديا هذا عبارة عن الميديا آآ هذا رح يكون الألنر لأنه تكملة الأم مثل ما قل نشوف هاي تكملة الأم فهذا رح يكون الألنر هذا نتبع الألنر ويكون هذا هنا هو الألنر هذا كل شي تقريبا على ما اعتقد هذا كل شي ذكرنا فإحنا مجرد أنه نصر نفسر أنه موجود عندنا أخذنا مسبقا عندنا فكرة عنه فنصر نفسر يعني نفسر مع المعلومة هذه طبعا ناخذ معلومة أخرى هذه عبارة عن يعني هاي البايسبس zust هذا عبارة عن هذا طبعا رح يكون الميدين نيرف فقم الثمانين هذا ه هنا رح يكون عبارة عن البركيال اه البركيال اه ارتري تمقع نشوف هنا هنا البركيال الالمة الموجودة هذا هنا اه هذا ال ميديان اه نيرف هذا اندي طبعا رح يكون هو عبارة عن يعني هنا يعني عامل لهن سابريشن ما منفروض يعني انه ناتب نفس الشيط يعني اه ولكن اه ما عرف ليش مهم يعني مفروب لنستشجيث ظاهر فاصليهم. فهذا راح يكمل يسر الاكسلاري. آآ نيرف. آآ طبعا هذا راح يكون هو عبارة عن هذا هنان هو المسكوليك يوتينيوس نيرف. هذا هنان المسكوليك يوتينيوس نيرف. انه هو المست لاترال ون. آآ هذا كل شي على ما اعتقد ذكرته. آآ ذني كل شي. ما اعتقد ذني كل شي. فدائما يعني ذكروا انه انه لما تريدون تعملون دائما يعني شوف مثلا اني اجيت يعني قبل شوية مثلا باللي قبلها. هاي نقطة جدا مهمة يعني هي الغاية. لانه ذني الصور انتو راح تشوفون غيرهم. راح تشوفون جثت حقها على فرح جثت حقها هواي اسهل من هذا. هذا صعب يعتبر. جثت حق غي اسهل. راح تقدر تقلب بيدك راح تقدر تشوف راح تقدر تفحص. الارترين مثلا راح تقدر تضغط على اللي تشوفه انه كلابست ولا لا. راح تقدر تميزه عن الفين راح تقدر تميزه على النيرف يعني راح تكون اسهل. الواقع اسهل. ولكن اه لانه كون صورة فالتلار راح تقدر تضغط راح تقدر تفعل شي فشوية اصعب. انا حس ها اصعب معارف بالنسبة لكم مشلون. فانه دائما فكروا يعني شوفوا انا لما اردت افكر بالرديل يعني سمثلا هادا هنانا هذا. اذا نسيت انه بالنسبة لهذا الشيء ما لازم انسى على فكرة يعني. ولكن اذا بين الارتري والنيرف. شنو اللي اسوي? اشوف انه هذا ما ما اقوله يعني انا ادري انه الميديا النيرف من يوصل لهنا ما رح يعمل برانشنج. فهنانا ما رح يعمل برانش. فانه شنو اللي اسوي يعني اركز انه هذا عبارة عن عمل برانش. يعني هنا صار مادة. فانه اكيد اكيد هذا عبارة عن براكيال ارتري. فاصر او اتبع من نانا يعني اللاحظ انه هذا اتبعت الام هاي الام اللي تحدثنا عنها. فانه هذا الميديا النيرف اصر فاصر اتبع. انه انت مو تجي فقط تفكر هنا لوسع النظر مادتك. روح بروكسيمالي روح ديستالي. اه سوي اي شيء سوي اي شيء حتى مثلا ساذاجة واحد سألك هاي شنو هي هاي عبارة عن شنو. فانه هاي البايسبس كاملة يعني ما قصيه للبايسبس. فهذه عبارة عن دلتويد. مثلا. اذا مثلا. اه مثلا شنو يعني ممكن يسألني. انه هذا مثلا شنو. هذا هنانا شنو. هذا. ما نحقول يكون الالنر نيرف. لانه الالنر نيرف اكبر. ها هو النقطة مهمة. ثانيا انه الالنر نيرف يكون باستيرير للميديا الابيكون دايل. فانه لازم انا افكر لازم اراجع معلوماتي لازم اصر انه يعني لازم اربط معلوماتي حتى اقدر اقدر اصل للحل الصحيح. لانه هاي يعني يشوف انه الدرجات تروح هناانا. انه لازم اصر افكر بهذه الطريقة. طريقتي بالتفكير انه سريعة ودقيقة وكل شي يكون تمام عندي. هذا ضروري. طيب اخر ستايد رح يكون عندنا. اه طبعا هذه هي البايسبس. غنيانة التعريف صارت. ولكن البايسبس مع الفاشة مالتها. اوكي مع فاشة مالتها. اه هاي ايضا البايسبس لاحظ هذي لطيفة يعني جديدة كلها تمام. اه هذي هي البايسبس هذي هي طبعا هنانا عبارة عن السفالة بفين لانه احنا سقع عن الحد السوبر فيشالي. هذا السوبر فيشال. فا او سوري يعني هذي احنا كل اللي سوا هنا ازلنا الجلد. وازلنا الفات او كي او يعني الفاتي لير الموجودة تحت الاسكن مباشرة فاشلناها. طبعا بينات عندي مثلا هذا. اهنانا عبارة عن الميديا اللاترال. رح يكون موجودات اهنانا يعني. اه فبينات عندي اهنانا اه بينا يعني كل النارز زي ونشوف انه كل النارز بينات الكيوتينيس نرز بينات اه ايضا الكيوتينيس اه الكيوتينيس اه فينز بينات. فكل شي بينا عندي اوكي. فمثلا ما قاعد نشوف يعني. هذا طبعا رح يكون البازل لك. اه هذا رح يكون. اه هذا طبعا رح يكون عبارة عن الميديا او الميديا الميديا اه الميديا فين اوف اه فور ارم. رح تعرف عني ان شاء الله لما انت عرف على الفور ارم. اه هذا هنانا. انتقل للصورة الورا هاني رح تبين لي هنا كل شي موجود شنو. هذا هو عبارة عن عبر كيية الأرتري هل بركيية الأرتري وصله هنا صار هذا عبارة عن الراليول آرتري هذا الألنر آرتري صار منانا هذا عبارة عن البيستيب أو هي عبارة عن عن هذي عبارة عن هذي كلها الغيسيبس هاذا هنا الالنر هذا الالنر اول ما شفت المادهات miche يعني لو نشوف واحد وشرين المترجم للإعادة لماذا قالت المترجم للإعادة أولا لأنه حجم كبير لا يكون كتينيس حجم كبير هذا الكتينيس النقطة الثانية صار بوستيرير للميديا الأبكون دائر فان هذه الأشياء ألاحظها حتى أقدر عمل أساسا شن عمل إددفكيشن لازم أنا أكون أدي ما أعرفه سابقة نعرف هذا شنو حتى أقدر عمل إددفكيشن هذه على ما أعتقد كانت كل شيء الألنر أرتري ذكرناهم أوكي 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 هذه هنا هذا رح يكون الميديا الميديا هذا هنا يعني هو أبيض أوكي هو أبيض أنه مبين سابقة يعني مبين هذا الشيء رح نعرفه بسهولة هاي كل شي كان هاي كل الستايدات أتمنى تكون نفعتكم على ما أعتقد أنه كان مفروض يكون بعد أكثر ولكن هذا كل شيء جيدة تقريبا موجود بهذا وما ردي سأعتمد على الجوجل وأشياء أخرى لأنه يعني لازم نعتمد على المصادر الموجودة عندني يكون أفضل فإن شاء الله بالمستقبل يكون أكو كيسز نحلها أكثر فنصير نعرف أكثر بالأبرلم بالأناتومي صير معرفتنا أكثر وأرجع أذكركم أنه يعني أنا بهاي القناة عندي أطروحة أريد أطرحها والأطروحة هي تاخد وقت فسوري أنه المحاضرات تتأخر يعني قاعد أعمل قصار جهدي ولكن هذا أكثر شيء يقدر عليه إن شاء الله بالمستقبل إن شاء الله يكون أكثر إن شاء الله كل شيء يكون تمام بالمستقبل إن شاء الله الأطروحة لمن تجهز حتى تعرفون أنه شون هي الأطروحة أصلا لهنانا انتهت عندي فيديوهات الارم الفيديوهات القادمة ستكون عن الفور ارم ستحدث عن الفور ارم بشكل تفصيلي وإن شاء الله يعني إن شاء الله إنه راح أنزل المحاضرات بشكل سريع ومتسلسل وإن شاء الله ما تأخر عليكم مثل ما تأخرت عليكم بالارم واعتذر مسبقا ولكن أو اعتذرت أساسا مسبقا ولكن شوية يعني بداية الدوام يعني بداية الدوام بداية الدوام فأكيد إنه محتاج إلي وقت حتى شوية حتى هاي نقطة النقطة الثانية وهي المهمة جدا إنه بهذه بهذا النوع من الفيديوهات اللي هو الفيديوهات اللي تعرض صور حقيقي عن الجسم البشري يمكن ما أذكر تفاصل كثيرة أمكن توقع بني إنه فهد ستين سبعين سلايد أجيب لا إنه هو اللي أريد أني أوصل فكرة أريد أوصل فكرة إن شون أتعامل مع الأمور بعدين راح يكون أكو عدني كيسز وكلينيكال يعني راح انحلهن كي راح انحلهن ورح يصير عدي مقدرة أكثر على التفكير إنه مراجئة راح يصير أكون مراجئة هواية وهذا الشي هو اللي أريد نوصل له يعني أنا شغلي كل هذا وقعد أشتغل على البطيء بطيء 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 أريد أوصلكم لمرحلة إنه أنت يكون عندك التفكير critical يعني التفكير عندك يكون سريع تقدر يعني تعمل بشكل سريع هذا اللي أريد أوصل كيان خلال هذه القناة فإن شاء الله خلال الفيديوهات راح توصلك هذه الفكرة ونلتقي بفيديو آخر موسيقى 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 موسيقى